صباح الخير و أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من Spot On عبر إزاعة صوت كل لبنان و راديو تومورو أستريليا لكل ألجيريا العربية يلي عم بتتبعنا بأستريليا وأكيد عبر اليوتيوب تشانل الخاصة فيي فيكن تكونوا كمان عم بتتابعوا هيدا الحلقة أول شي رحب فيكن جميعا أنا اليوم بحلقة جدا مميزة بحلقة اللي نطرة يمكن أكتر من سنتين ولكن بسبب الظروف اللبنانية تأخر اللقاء وبنفس الوقت معي ضيفة فعلا هي كانت صوت كل لبنان ولا زالت إن كان ببلدها الأم أو حتى ببلد الاختراب يلي عاشت فيه إذا فينا نقول أو هجرت علي مصر أم الدنيا مصر الحبيبة يلي هي شفناها فيها وقدرت تنتشر عربيا من خلال مصر ضيفة لليوم لقبة السلطانة وهي فعلا سلطانة بكل معنى الكلمة مش فقط بالباور إنما بالقرارات اللي بتاخدها بالأفكار اللي بتعطيها بالمسلسلات اللي قدمتها وبتقديم البرامج يلي كانت تطل على الشاشة يقولوا عن جد هناك سلطانة عم بتقدم برنامج هناك سلطانة عم بتطل علينا عم تعطينا مخارج حروف نفهمها شكل حلو ولائق للقاميرا وبنفس الوقت قدرت خلال هيد السنوات تكون علامة فارقة تميزة عن كل الأشخاص إن كان زملائها بمهنة تقديم البرامج أو حتى بالتمثيل قدرت تنقل أصوات اللبنانية بالانتشار لوين ما كان وكمان هي معنا اليوم لنحكي إن كان بمسارتها أو حتى عن الأوضاع الراهن اليوم كيف بتعيش حياتها اليومية قدين احنا مشتاقيننا معنا نجمة نفتخر فيها كتير وهي يمكن بس نقول اسمها منقول كمان حده لبنان لأنه صارت أحدى سفراء لبنان بالعالم مدى نتبر صباح الخير سواح النور رالف الإعلامي الكبير مرسي مقدمي كبير كتير وأنا سعيدة لأول مرة بوجودك ما في حدا كبير أنا هيدا بسحبه منك أنا بقلك لأ دخيرك لأنه بصير حمل علي بتعرفي أنا وعم حضر للانترفيو أنا وعم بعمل ريسيرتش صار تقول من وين بدي بلش شو بدي أقول عن شو بدي أحكي من الآخر لا بدي بل أنا من تبعية الناس اللي بيعيشوا بكرة بكرة بعدي كل اليوم بتعيشي كل يوم بيومه بتعيشي بكرة وبتمتري شو بديك تقدمي أفضل مليانة حيوية ونشاطة كأني مبرحة ولدت وكأني اليوم بامتحان شغل كل شي بيحترمون أنا جيت قبلك حتى على الانترفيو كثير لك فضحني فضح هيدا من وراء الطرقات اللي بنيها أول مرة على فوقه أنا حدا بيوصل لا عبا قبلك قلتلك بس قلتيني مشيت قلتلك دخيري دخلك ما توصل عبلي لأنه طول عمري هيك روح قبل هلأ أنت سبقتين أنا أنجي أخدت غير طريق رحت رحت بس وضح لك أنه يعني هيك عيشي كأني بعدني مبتدئة جي خايفي عشغلة خايفي هيك طبيعة حياتي عمري وما بتطلع لورا وما بحب حدا يحكيني بالذكريات وللأسف ديما في كل اللقاءات بيبلشوا معي من ثلاثين سنة من يوم استوديو الفن شو بدي بالستوديو الفن خلاص طلعت وانتهينا بس ما في حدا ينسى كمان هالتاريخ العظيم يلي أنت بنتي من عمر صغير من عمر السبعة عشر سنة ووصولها لليوم يعني سلهم ناجحات متتارية وخطوات مدروسة جدا يعني قديش اليوم نحنا بنفتقد بهذا العصر لنجوم بيدرسوا خطواتهم من ليه أنه بتنازل عمل ما بينجح أوكي يلا بننازل غيره ما بقى فيه إذا بدك هيدا الاتيكات مع الجمهور احترام شو عم يتقدم هو تفكير يعني للأسف درجة الثقافي ما بعرف على ما يبدو أنه صاروا مستعجلين حتى نوعية الثقافي بالجامعات مختلفة يعني إحنا كنا من زمان اللي بمعها سيرتيفيكا يمكن توازي هلأ جامعي على قد ما كانوا يعزبونا بالمواد وقدش كنا نطلع مليانين وحضرتك يعني حرصت أنك تهدي ماجستار بالأعلام كرميل هلقد يكون معك شهدات وثقافك 100% زخيرة ما بهمني الورق لحتى يكون دماغك جاهز مفرداتك جاهزة معروفات معلوماتك معرفتك كتير قوية لازم ندلك يعني أبديتينج يورسلف إذا ما دليتك تسقف حالك كل يوم بتفقد موقعك ما في كتير أهم مني وأكثر مني ثقافي وأحلى مني خطافوا من السيحة خليني بلش معك شوي بالكادر الشخصي يعني بيومياتك أول شي شو صر أنه لازلت لليوم بهالأناقة بهالرشيقة محافظة على جسمك يعني كتير ليلة نشوف ناس هلقد ناشطين يعني بتوعي بكير تبدأ على الخشب يعني خبريني أيها بدأ على الخشب بدي جيب مبخرة بخر خبريني بدأ تختالها التجعيد وأحيانا بتكون أنا البشرة بيتي ساعدتني لأنه خمرية فسميك شوي ما بتبقى بيضة البيضة بتعجز كتير بكير هذا الشط ما راح أحكي عنه لأنه هذا طبيعي صار حتى لست البيت العادية الاهتمام بكل مواد التجميل خصوصا بلبنان صارت ثقافة يعني كنا قابل نقول عيب ومش عيب عيني تجميل تقول لا أنا ماني عام بتجميل وهي تبقى يعني عامل رتوش ومزبطة تبقى مش قادرة تحكي من التجميل ألا ما هي بتقول لك أنا أهلت طبيعي طبيعي عمي شو الطبيعي ما تكوني أنت طبيعية مية بالمية لا بس الشق اللي أنا مسؤوليتي إني أنا ما بشرب دخان ما بشرب كحول ولا نوع من يعني حتى البيرة بعمل رياضة بنام بكير بنام تسع ساعات أحينا عشر ساعات تغزي وشي وجسمي أكتر شي بحبه النوم النوم بالنسبة لها مع أنه ما بتنامي كتير هلأ صرت مع بنامي كتير لأنه جاي بدي خلص ببرنامج كتير مكسف ومع مبلحي فمع بنام غير سبع ساعات يعني بمصر بتنامي أكتر عشرة عشرة نعم عشرة ساعات بتنامك اليوم من تسعة إلى عشر ساعات هلأ بدألك سمارة يعني بتعطي وقت لحارك ترايح نفسك ترايح جسمك وشي دماغي دماغي هو اللي بيحتاج دماغي محتاج للنوم لحتى يقدر تأكتيفيت صح مش بس جسمي ورياضة بتمارسيها بشكل يومي مش يومي يوم أي يوم لا أحياناً ثلاثة أيام بوقف يعني أنه بمعدل أتليست أنه بالأسبوع في عندي ثلاثة أيام رياضة من خمسة عشر دقائق لأنه ما بتفيد الرياضة إذا مش خمسة وعشرين متواصلة من خمسة وعشرين إلى ساعة ونص تسعين وغذائياً يعني بيكل كل شي بس كل ثلاث ساعات أو ساعتين ونص بيخد لأمة شي شي مفيد معتتي على طول بتحرق يعني على طول بيكل فبس بيكل وجباتي صغيرة غير الوجبة الرئيسية تبعية الظهر اللي هي أنا عملتها على خمسة بحيس أنه قد ما في حدفها فدلني شبعاني للليل هو مشكلتنا أنه بعد الساعة سبعة خلاص بيبقى في الحرق فبحاول أني أعملها خمسة للغدا حتى من خمسة إلى سبعة أخد شي كتير سناك بسيط حتى بالليل أقدر أخد بس لبن وزبادي أو شقفة جبنة المهم ما أكل خبز حضرتك اليوم موجودة بلبنان نعم أدي طالد الغيابك قبل ما تجهل السبعة للأسف لأول مرة أنا عادة متعودي أنه ثلاثة شهر ستة شهر بلبنان أول شي بسبب غلط دولار والبلاوي السوداء تبعيتنا والعملة اللبنانية والدولار الفضيع لأنه بعدها ما زالت التسكرة للأسف ما بعرف مصر للتايران والميدل إيست ما قلونا علاقة بالمصايب تبعيتنا نفس الساعة تبعى التسكرة ورقم اثنين مشين الكورونا صار لي سنتين سنتين نعم سنتين بهالسنتين جيت يعني ما قبل الثورة جيت للثورة يعني خصيصا تشارك بالمظاهرات وبعدين رجعت على مصر جيت ورجعت في الليت شو تغير عليك لبنان يلي كان بعده وضعه مستقر بعده الدولار طبعه كان بحارة مقبولة الأوضاع عم نيحة العالم عم تظهر تصهر تعيش حياتي صدمة طبعا تغير علي صدمة أنه أول شي كان عندي ثقة لا يمكن أن تهتز بالنقد وبالبنك المصر في لبنان اللي أنا اعتبرته في يوم من الأيام إنه هو واحد مثله مثل الأرزات كنت مفكرة النقد اللبناني وطغتي الزهبية تبعيتنا الدهب عننا ما بينمس فما بنسمحكم على اللي عملتوا فينا شقينا وتعبنا بالبنوكي حطين إيد كون عليه وبهدلونا يعني بال400 دولار و400 باللبناني فهذه صدمتي الأكبر هلا الصدمات بعد ما عم ناخد ال400 دولار بعد بدون يعملوها إذا عملوها I don't know بلس إنه طبعا الأزمات اللي عم بيخترعوه هني عم بيخنقونا يخنقونا دايقوا الخناء لأنه هيحصل شي كتير كبير من بعض خلص ما ترى كلنا ما نفذ ما ترى كلنا ما نفذ بالانتخابات الماضية حضرتك كنت موجودة شاركته ولا ما شاركته لا جيت شاركت طلعت ع صغرتها وانتخبت قائمة توني فرنجية سلمية فرنجية ودويه ولكن احترامي وإعزازي لعائلة بيت كرم حطيت معوض حطيت معوض زعل مني سليم بيك يطول عمره يعني يسمحني بس حطيته لاني بمثل ايضا هيدا الخط الطيار اللي انا مؤمنة فيك مشان هيك حطيت هالخلطة كنت بتتمنى برئاس الجمهورية بانتخابات رئاس الجمهورية كان من المرشحين سليمين بيك فرنجية كنت تتمنى انه هو يوصل بدل العماد مشارعون ولا انت مع وصولك على سدة الرئاسة العماد مشارعون كنت بتمنى سليمين بيك هو اللي يخد الرئاسة اولا علاقاته العربية غطاء عربي بس الاجندة تبعيته كانت حت تعفينا من اشي كتير مع احترامي الشديد للجنرال العون بس برأيك مش تتنينتهم نفس الخط يعني تتنينتهم حليف انه هو حزب الله لا ما كان حيخلي حزب الله يكون هو يعني يقود وي اعتقد يعني لا اعتقد انه كان فرنجية كان الوضع افضل برأيك لو كان فرنجية كنا وصلنا لهذه الازمة ما فينا نقول انا ما بحب الافترادات هلا نحنا عنا ولا هي الازمة وصلين لا وصلين لا لا مش وصلين لا وصلين العهد ورجاله وحزب الله هني اللي وصلوا البلد لهون وهني المسؤولين تاريخا حنحسبهم كلهم تاريخيا اخطأوا كتير بحقنا ما بقولوا انه البقيين اوادم لانه للأسف يعني سقطت هيبتهم بعد ما كشفنا ملفاتهم لكن لا شك انه هناك رجل سيزهر من الجيش اللبناني وكامل احترامي لجنرال عون لانه هو ما بيمثل نفسه طياره وحزبه وبيمثل رئاسة الجمهورية اللي فيه من وراه ودهره المسيحيين في لبنان ويمكن المسيحيين في المنطقة العربية لانه احنا اخر مسيحيين موجودين وإلنا تواجد فكل التحية لألو الاحترام لما نصبه بس للأسف لقد فشلتم لقد فشلتم شاركت بالمظاهرات وكان شعار الثورة كلهم يعني كلهم كنت مع هيدا شعار انه الكلمة البعض انا امرأة ما بتبنى شعارات الاخرين يعني خلطت شخصيتي غريبة جدا مثلا مؤمنة بخط القوات وغير معجبي ببشير جميل وعندي ملاحظات على الدكتور صغرتوية وبحب القوات يعني عرفت كيف يعني باخد من كل شي وصغرتوية ليس فقط بالهوية يعني بسياستي باحترامي للمرضى لفرنجية كتير بحبه ودويه صديقة عمري وتفولتي لكن انا امرأة باخد اللي انا بيعجبني هلأ كلهم يعني كلهم لا يمكن يكون في حدا منهم ايدمي يعني ممكن حدا مظلوم ممكن حدا يكون دفع التمن يكون اخف من غيره ما فيني يساوي بيناتهم هيك انو لا والله كلهم لا لا فانا ما فيك تخدني بأي تيار يعني تعارف انا كنت أولى بمصر بقولها هلأ بلبنان ما بفرع حدا ما حدا عندي فرعون تقله ما عندي طب بما انه هيك عم نحكي عن المرأة ده الخط يلي عم بتقولي نعم عم بتنتمي لقلك نعم شو ملاحظاتك عليه يعني شو السلبيات يلي بتشوفي به هيدا الخط ليك هو ما فيني يقول سلبيات فيني يقول شغلي انو هو يحصر نفسه في رعاية رعيته بالشمال كنت أتمنى على المرأة مش مجرد ينتشر نعم مش مجرد انو أنا عندي بيت المرأة بسن الفيل بحرشتاب بيت لا بدي كان يكون نشاط اكثر تساعا ورقعة ويحمل فكر معين يعني يطرح اجندة تكون هالناس يعني هالزعامة بقت محصورة بالشمال زعامة بالشمالية كنت بتمنى انو يكون فيه اجندة لبنانية قد يكتسب قاعدة شعبية لحتى لما ينزل رئيس جمهورية يكون فيه قبول له ويكون فيه له ارضية بكل لبنان مش بس بالشمال بما انو عم نحكي عن الشمال ما فينا ما نحكي عن تكريم اهدن لالك بالسابق وحتى هلأ بزيارتك زرعت ارزي وكنت موجودة فوق والمنطقة كلها يعني احتفلت بوجودك وبتسابق اعطوك كمان المفتاح مفتاح اهدن اديش اليوم بتحس هالانتشار العربي بيكبر لك قلبك اكتر شي وقت تطلع على ضيعتك وهالي ضيعتك هالقدي بيفتخروا فيك بيعتبروك مثل سفيرة للشمال يعني هلأ المفتاح صار معي عرفتو كيف إذا حدا نسرق بيته اه خذوين ما ندلع بعد ثلاث أفر على طول لا شك انك انك انت بتعمل جهد انك تنجح اول شي على صعيد الشخصي بتكون عم تخدم نفسك بس بالوقت نفسه لما بتحط بخلفية تصرفاتك بانك انت ابن لبنان ابن صغارت ابن الشمال يعني انا بهمني جدا لما بمصر بتسأل عن مدلين تابر بيقولك ست مسقفة اول شي بيطلع معهم محترمة فكلمة محترمة هايدي كتير بالنسبة لالي تضحيات قدمتها وعم بقدمها وراح دالني قدمها فانا زرعت اسم نظيف وحلو ومشرف فلما تيجي دايعتك ويعني شو بدي اقولك كل التكريمات اللي تعملتلي بحياتي كلهم بكفي وتكريم صغارتها كان بكفي خمسة وخمسين ابن عام نحنا عائلة مؤثرة جدا بتقلب انتخابات يعني اذا اخدنا جهة وحدة مع ولادهم مع احفادهم مع كل نقابة الشمال مع ست سميرة بارودي كانت هي رئيسة النقابة الفنانين محترفين موجهة لتحية مع كل نقابة الشمال ابو سليم وفهمين ودرباس واسعد والامري ليلة القمري واسماء كتير ارجوكم تسامحوني اذا نسيت اسم حدا جون خدار ما بعرف اذا كان بعده موجود كان وقته ولا لا الله يرحمه حبيبي مع ربار فرنجي اللي هو نظم كل شي مع معوض الله يرحمه رئيس البلدية كتيبة مهجة تحية لكل العاشين وحتى لارواح الناس ما فيني يقول لك شوقي متى اجب من التلج هو ابنه النجم الكبير اجوا لحتى يشاركوا بالحدث كانت دموعي مش عم يعني ما وقفت طول الإيفنت فرحتي كانت كبيرة كتير ومبارح لما زراعة بتقولي كبيرة لاني كمان بعيدة يعني بس تشوفي بعد هالغياء هالاشتياء بيلعب دور لا مش اشتياء هو احساس بالتأدير يعني انو لما كل الناس بتكرمني ولبنان ما بيكرمني هيدا اللي اسمه ميركس ولا التاني ولا التالت ولا حدا منهم حتى بيعزموني فكتير يعني هني مش كتير على مستوى المواطنة اللبنانية انك تتكرم حدا النجم من اي وطن عربي انا ما فرقني معي يعني سوري ولا مغربي ولا وعندك بنت بلدك عم بتعمل انجزات حلوة كتير بعمري 35 سنة بعدني موجودي بدائرة الضوء هذا مش كتير سهل هذا مش كتير سهل هل دائرة الضوء كبيري ولا صغيري بس انا في دائرة الضوء فما في تكريم ابدا بالبنان ابدا الا بس اهل ضيعتي هيدا اللي اثر فيي هيدا اللي خلق بهمي كمال مثلا تاخد ويسام من رئاسة الجمهورية طبعا مفروض يعني ايما تبدنيني لما يصير ما في قادرة امشي مثلا هيدا نحن دايما منشوف يا لا سمح الله وقت الشخص يتوفى بيبعتوله الوسام يا اما هو وعلى عكيزة ليش هيدا اللي تثقافي برأيك اللي تثقافي ووزير الثقافي طبعا هو المسؤول عن الموضوع لانه المفروض يشوف الرموز انا رح تزرته اعتقد مازال استاذ محمد داود لا تغير رح تزرته لانه كان جايبي مشروع اوبرا اوبريتات خمسة اوبرا بكل محافظة واحدة صح انا ما بدي سبع محافظات بدي خمسة مثل القديم لانه كتير لحتى نعمل حركة فنية تخفف من الارهاب تخفف من الشباب اللي بيتعاتوا مخدرات لانه لما يبقى في عندك اوبرا في المحافظة تبعيتك لما يكون في فن اتتتود انك تروح بصير على الاقل من باب الفرجة بركي هالشباب من خليهم يروحوا على منطقة تانية من التفكير الثقافي انا بالسبعينات السبعينات رغم كل سيئاتها لكن كان في اتتود ثقافي الروح على المركز الثقافي الروسي كانت تبعا الاشتراكية والشيوعية كانت لها قوة اهميتها الوحيدة لها الاتجاه الثقافي انه كان في تباري بينتنا ريد دوستايفسكي بتحب طولستوي هلا بتسأل الجيل جديد ما بيعرفوا مين هول أصلا مية بالمية يعني في كتير لا عن جد في كتير عنا نحنا نقص بهذا الموضوع ويمكن بالنسبة لألي كمان هيد الحرب كمان أثرت كتير على الدراما على كل شي يعني صارت حتى درامتنا بس حب وغرام يعني حتى ما بقى في لا مش هلا لا استوى وقفك هلا لا ما عم بحكي اليوم عم بحكي قطعنا بفترة قطعنا خلصنا هلا بس ما في قصة تاريخية تعلي نحنا في المقدمة أنا كتير فخورة وما بتنيزل عن هشي صادق الصباح كتير بشكرك مونة طايع كتير بشكركم ليه خصيت هول الاتنين مونة طايع قدمتلي دراما لبنانية ملك الليل أمير الليل أنا أصلا رامي عياش رامي عياش شو هال مونة طايع يا حبيبتي أنا بعدت لها رسالة من خلال استاذ الإعلامي رباه فرنجي قلت لها بشتغل معك مجينا أو بالرقم اللي بتتعطوه بلبنان أين كان الرقم بس لأنه بدنا نسبت لأننا كاتبة بكل ما للكايمة من معنا مش بس كاتبة شميت ريحة لبنان يا خي أنا عم بحضر دراما لبنانية مهجنة ما عم بعرف ليه هيدا خاله اللي لازم تكون خالته سورية وكيف بيبقى نائب سوريا يعني شو يعني ما نكون مضطرين مشان التسويق اتهجنوا واتطوعوا للدراما لا للدراما تركوها مثل ما هي إذا تلع خاله سوريا يا أهلا وصهلا يجيني نجم سوريا بس ما ركب التركيبة لحتى جيب نجم تسويقيا هني شايفينه أنه منيح خصوصا أنه نجماتنا هني اللي بينباع عليهم المسلسل نجماتنا البنات البنات ولو تركوا الفرصة للشباب توني عيسى الخال حداد لقائمة الشباب شو هالشباب توني عيسى بأكتر من شو هالتوني المجريم مجريم تمسيل حتى بمسلسل عشرين عشرين قلت أنه توني عيسى ياخد جائزة توني عيسى كيف لك وقف شعر بدني أنا ممثلة وممثلة قديمة يعني ففيني أحكم على الشباب لأنه هون صغار إلهم حق يعني أنا إلي حق عليهم إن يسمعوا نصيحتي لما أنت ما بعتقد المخرج مع أنه فيليب بتجنن يا فيليب ما بعتقد أنه هيدا المخرج اللي عملا بعتقد أنه توني يعني بإحساسي كممثلة وإذا المخرج الشاب هو بأ مرة تانية واحد فيت يعزب واحد ويقتله وهو فيت يا مي جنة يا مي جنة يا مي جنة ويشيل الفرد يا الله شو حلو يا الله شو حلو كسر المجرم التقليدي اللي بيرفع علي حازب أو نبرة فيت عادي ريلاكس وكل لا 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 فزعوا فزعوا شبابنا مسلسل عشرين عشرين لفتك كتير كتير ليش من البيئة اللبنانية صدقتوا صحيح أنه من البيئة الشيعية يعني لأنه كلهم عاوجيني لسانهم وعملينا جنوبية لأنه عندهم لكني هيك الأنية وكذا بس ما عندي مانع بس لبناني يعني هاي دي البنت عم بتمثل أنه هي مجندة صدقتها كارمن لبس بتاخد العقل توني عيسى بجنين رفعت تلفوني كهنيت أحد الممثلات ما بعرف أسلهم بس بعتلهم على الفيسبوك وعا السوشال ميديا كسرت الدنيا وأنا أحكي عنهم وقلت لستني دال الأحمدية بنت اللي تلعت تخرجت من استوديو الفن والوحيدة اللي بقي على صلة لأنه بنت أصل بعد حافظة اللي جميل لأني كنت كتير متعصبة لأنا لما هي كانت بين المتبريات كنت شايفت الأفضل إعلاميا وطلع مندي حق لأنه هي الوحيدة اللي برزت فيهم يعني طلعت وجهة نظري مظبوطة فحكيت معاه لطلع بدي يسجل للجرس رأيي بـ 20-20 فبعت رسائل تهنئة للجميع من خلال الجرس يعني السايت الأقوى مثلا الممثلات اللي بيروحوا على مصر أنا بعرف أنه دايما بيتصلوا فيك بيستنجدوا فيك بعض منهم دريدة خليل يعني مؤخرا عن حكيتك في البعض بتزعري أنه راح وما حكاك لا 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 أنا مش سفيرة يعني بس أنا اللي بيستعين أو اللي بيحب بس أنت مثل ما معك مفتاح أهدي معك مفتاح مصر لللبنانيين سحيح I try يعني أنا مؤخرا إجا شاب الأمر يا ربي هلأ اسمه مش على بالي كمان حولت لأنه أحيانا يعني تركيبة التمثيل بمصر professional يعني حتى نيكولا معود لا لا نيكولا ما شاء الله عليه نيكولا طاحش وفي المقدمة لا هلأ بقلك اللي هو بعروس بيروت شاب صغير اللي اسمه على اسم نفس اسمه موجود جوتراد لا 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 شادي هلأ بتذكر اسمه معلش أنا متأسف وأنا متأسف كمان عندي اسمي كتير بطير هو واحد من الخمس إخوة هو الخي الصغير بعروس بيروت مكسر الدني بمصر حكي معي اللي بيحكي معي بحاول بس إنه ما فيني أفرض ع الدرام بس يمكن بتعرفيه بتعميله بي آر يعني هو حقه المصاري إيه داليدا she is a big star ومؤخرا كتير عجبني للتويست اللي عملته برافو علي بين الغنى والتمسي إيه لأنه داليدا بالمنطقتين هي لون خاص وبي أمير الليل لأنني كتير تفرجت على أمير الليل مرتين كانت كتير متميزة فكتير كنت عجبتني عرفت مثلا على جابي خوري جابريال خوري اللي هو ابن أخوه لليوسف شهين اللي عنده قال لا أنا عندي فيلم غنائي وإن شاء الله يكون في تعاون عرفت على وليد عوني الرقص العالمي المصري مترابلوس وهو موجود في دار الأوبرا يعني قدرت ساعد بأدمة فيي وطلعت ببروغرامي كنت عم بقدم بروغرام على محور ولا كانت تان لأ تان كنت نقلت على تان رح نحكي عنه عملت من متى يعني بانتربيو أنه مصري يشكوها حضرتك أكيد قطعت بأول طلعتك بحروبات يعني كل شخص ناجح كل شخص دوع مش بالأول على طول بس يمكن مثل أي حدا بس يمكن بالسابق بتكون الحرب بعد أقوى يعني هلأ مع هالوقت هيا هيا بعد بيقدروا يطلوك حتى وأنا بالإسم اللي صنعته بنجومي تبقى الحرب مستمرة خصوصا من اللي هني من جيلك طيب اليوم لما تشوفي مثلا ممثلات لبنانيات لأن دايماً عنا نحنا بين الممثلات أنا عم شد على الممثلات نعم حرب نعم ونشوف أنه هاي ما بتحبها وها بتعمل طبيعي طبيعي هيدا طبيعي هيدا طبيعي برأيك ايه ايه طبيعي طبيعي لما منشوفهم مثلا بغير بلدين كتير لا ما نحنا مش عايشين بهديك البلدين تنشوف وين ما رحنا فيه ناجح بيبقى بينخاف منه انه جاي ياخد معك الشطر مين حارب مادلين لا ما فيه بالأول بس كل اللي هني من جيلي ليس جيلي حربوك جيلي سنيا عمريا طبعا 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 هيدا الطبيعي يعني أنا ما كنت أنا محاربة شرسي ما كنت متوقعة غير هاي صغرتوية 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 بالحرب كنت هقلك خبرية دحكك كنا بمسلسل اسمه السلطان وشاه وانا كنت السلطانة مين كانت ضرتي الست العزيمة سميرة بارودي كانت عاملي دور دورتي فاجت سميرة على من مصر على من بيروت على مصر وفتنا الستوديو فعبت رأي ابني شو عم بحكي شو عم بعمل كيف بحكي مع الناس قلتلي وليه وليه حسيت انك بعدك هلأ نازل برز غرطة عم تشبري وتخانقي بالمصري عم تخانقي وانت عولي وقلتلي حسيت عم تمرية يعني نازل حلا بيتك كتا دغرب تقلب صغرتوية بقت المشكل وقت المشاكل بالضمي كمان عم نحكي عن عمرك المهني 35 سنة تقريبا واكتر واكتر معمول تقريبا يمكن انت مش عم تقدر بقى تعدين بعمر المهني من موزيعة الى عالم التمثيل البنت اللي عمرها 17 سنة بس هيك تقعدي لوحدك كيف تتذكرية هالبنت اللي راحت منكوشة راحت لابسة أسود على ستة راحت عارفة انه ممنوع تحت الـ 18 بس بالقوة بدها تفوت اي فتت وقالوا لي كسيبي كسيبي ما تقولي انه انت عمرك 17 قولي عمرك 12 بس اعترفت بعضين انه عمري 17 كان عمي فليب الله يرحمه كان ميوزيشن مع فرقة الرحاب ابني هو عازف كمان وكان شايف اني انا حلوة كتير فقال لك هايدي جورجينا رزق التانية فبعد اختيار جورجينا بسنتين كل بنات اللي بنيك انه بده ان يبقوا جورجينا فقعد يعلمني كيف امشي كيف تحرك كيف احكي ما بعرف شو فقري بالجرنال النهار اعتقد انه فيه تاست لاختيار موزيح على تليفزيون لبنان للربط يعني بتطلع بتقول مثلا خير الساعة 7 ابو شليم بتقدم البرامج هلأ بطل فين قردوا موزيحات قردوا فيه ست اسمه رولا اعتقد حتساعدك وتعني نقدم على القليلة اذا نجحتي يعني اذا نجحتي بتكون يعملتي اول خطوة الناس تعارفك مشان تبقي ملك الجمال كل الاهتمام تبعي ملك الجمال ملك الجمال كان الهدف هيدا اني وانا لازم حضر حالي لحتى ابقى جورجينا رزق التانية لكن انا كنت بجامعة الاعلام سنة اولى حبيبت قلبي بجه لتحية ست ماجي فرح كانت من الخريجين هي وتوني شامعون ومجموعة فظيعة اللي محتلين هلأ غدير وميك حالي كان مجموعة اعلاميين ما شاء الله لهم محتلين هلأ كل مش بس هون بالدول العربية المهم انه كنت بعضني تلميذ صغيرة جاية كانت قابل طيف تخرجت قبلي هدول كله جيل قبلي فقلت له العمي انه ان شاء الله يعني بقدر اطلع ملك الجمال بسنة تانية او تالتي بكونت علمت شوي كيف قوة فقدم مايكروفون وهيك فرحنا قدمنا لقينا بالتقديم شغلة عجيبة جدا انه كنا شي عشين بنت وانا كنت رقمي مثلا بالماجي لما وصلت رقم خمسة حطوك بالآخر كل ما اجي خمسة دورة يقلي خليكي خليكي انت وراي يجيب الستة اللي وراي ورجعني وراي ورجعني فاصل رقمي عشرين فاكتر من ثلاث ساعات انتظار واضطهاد عصبتي ديقتك كتير وحسيت حسيت بالزل لا حسيت انه هو ما بده ييني المدير اللي على الارض فحتى يقدر يطفشني كان عم بيحاول يقهرني فانا قررت اعند وطلع عينه واقعد للآخر مش عشرين بدي فوت قلبت معي انه انا التحدي ما بيكسرني التحدي بيقويني فالمهم اجي دوري بالآخر بعد العشرين انا ما بعرف انه المدير العام لمؤسسة تلفزيون اللي بني عم بيتفرج من فوق من الرجي علينا فقالوله تحت انه بعد في بنت اذا تعبت ميسيو منوقف فاجه صوت من فوق كأنه صوت الله يعني عارفت جيب بالنسبة لوعدي ما انا عارف من هنا عبيش الصوت لأ لأ حطوا خالينا نشوفها اللي هو انه اخر واحدة زهقوا كمان هني ثلاث ساعات عم بيشوفوا بنات دخلت على الكرسي مستفزة طلعت بالعدسة وكان عندي احساس انه انا بملكك على العدسة هيدا من اول ما بلشت هيك مع العدسة وقلت له الحقيقة انا ما بعرف مين الصوت اللي طلع فوق عم بيحكي ايا كانت انا تم اتهادي انا كان رقمي خمسة حطوني لغاية العشرين ثلاث ساعات وانا جعاني وثلاث ساعات ما حدا انت طلع فيه ثلاث ساعات وبنات جايين عاملين مكياج ومرفاهين ومعهم بيهم وانا جاي لواحدة ومش عاملين مكياج وستة ميتي لابسي اسود وش عاملين شعري لكن انا احسن كل هول البنات اللي مرأوا قبلي يلي كنت عم تحكي فوق يعني اسمع كيف انا بقدم كل البنات عطوهم ورقة يحفظوه ويقرؤ انا ما حدا عطاني في حدا معه مصحف قرآن عطوني توريكم كيف تفرجيكم كيف بيقروا اللغة العربية ما حدا كان معه مصحف انت 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 اللي معك جريدة عطيني هالجريدة عطاني الجريدة المعنى السنوية بالبسطة وكنت اقرأ قرآن وجود هو لغة العربية عندي سليمة فاخدت الجريدة وقعت اقرأ بعدين حطيت الجريدة عالارض وقلت له هلأ رح اعمل انتربيو مع استاذ وديع الصافي لاني انا معجبة فيه خلينا نتهيأ وهوني كانت الممثلة اللي جوتي اللي انا ما بعرفها عم تتمثل عم تطلع قدامك حكت هي وديع الصافي لقيت صوت من فوق بيقول ستاوب فأنا قلت ستاوب ليش مين قالكن انه انا بديعم الموزيعة وهلأ فرشايتكن مين انا باي باي وشعري ما نكونش اسود هيك وركدت واني يقولوا فوق القطوة القطوة جبوها ولقطوك جبوني وصرت صرت بتقديم الغرار اللي لقبني جوزي اللي صار جوزي انظري خوري مسي الخير بحبه كتير يسلم لي عينه جمسيكني اللي نور رايحة قلت له ماشي فتاوب بيقول ستاوب وانا ما بدي وانا ما بعمش وقاللي روئي يلا رحينزل مسيو بول طنوس فنزل بول طنوس ومعه مرته الاعلامية العربية الاولى اللي كانت تعادل باربرا وولترز يلي اسمها ليلى رستم قلت لي انتي هي مصرية هتبق ايه ليلى رستم لبنان لا 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 ما حصلتيش انتي عندي كم سنة فقلت له لبولتر نور سني قالولي اجزو عليك وقللك نو 18 في سنة عمره 17 قاللي والله لو 16 بكرة بتتوزفي بتصير مزيعة وبلشت المسيرة توزفت وصرت مزيعة بس بديس سؤال ليه بعدت عن تقديم البرامج بعد كل النجاح اللي عملتي وتركت الممثل اللي بداخلك اللي هلا عم تقوليلي عنه هيلة سايتر هيلة سايتر لانه تشبعت صغيري كتير بلشت وصغيري كتير نجحت من بعد السبعة عشر عمري اشتغلت من السبعة عشر لثمانتاش من ثمانتاش لثمانتاش سنتين بربط فقرات وبعدين قدمت استقالتي ما صدق السيد بولتر نوس قال مدلان ما في مزيعة قلوا بفوتو نوهر القتيب السعادي شرلوت وازن الخوري كل هالستات المهمين جون دارك كل هالأسماء الحلوة بيكملوا للآخر كيف قدمت استقالتي قلت له مش هيدا تموحي ما فرقيني معي بدي اطلع شوف نفسي سيمون أسمار بزكاء وقالله يرحمه شايفني قالوا مين هالبنت الحلوة كنت ايجي يجيب الدفاتر تابعون الجامعة وادروس لغاية ما يخلص أندري كان كبير المصورين بتليفزيون لبنان فييخبني على البيت فقالوا له هيدا مرت أوندري فأحكي مع أوندري وقال له بدنا مرتك تقدم استوديو الفن قال له يا استير سيمون شو تقدم هاي بنت صغيري أول شي وبعدين يعني دلجتي بأي عمر تسعة عشر تسعة عشر سنة خطبت بثمنتعشر فقال له ما بيصير أبدا أنه تقدم محل سونيا بيروتي منحرقها يعني إذا فشلت بتتدمر فكان خايفي علي كتير أوندري قال له لا لا هيدا قوية كتير كنت مستوعبة أنه سيمون أصمر المخرج كبير عم يضل بك ما كنت مستوعبة ولا ما كنت تفهميني لا 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 ما كنت تفهميني لأنه لو فهمت كنت الرعبت ولا يعني عارف لما بتبقى كان أنه عم تلعب اي عم بلعب يي يي بدي روح أقدم استوديو الفن بس شو سونيا بيروتي الجبل الإعلامي بس كنت شاطرة كتير بالجامعة فالسيمون كان يشتغل بالحسناء سيمون سيمون كان يشتغل بالحسناء مع السيد سونيا بيروتي فأنا كنت ترجم كنت صحفية ترجم مقالات للطبخ وللماء دي بالحسناء فهو شايفني كصحفية وكنت اشتغل بالشبكة واشتغل بالديار لأنه أستاذ جورج شامل كان هو أستاذنا فكان يخلونا نتمرن نعمل استاج هنه رؤساء تحرير نروح نعمل يعني على الأرتيك اللي يعطونا مساري فكان شايفني كصحفية وحاسس أنه لسان لسان إعلامي ما كان خايفي علي وبلشت النجاح لما شبعت نجاح من بعد استوديو الفن كنت انزل على البسطة يحملوني بالعربية رأسولي العربية من الإعجاب ثم رحت على الوطن العربي قدمت برامج ما في بلد عربي ما عملت فيه برنامج وكسرت الدنيا خليل خمس ست سنين صار اسمي كتير مثل الطبل اللي أستاذ زبان بوجه له تحية لإعلام اللبناني الكبير وزمينها بالإذاعة صار بالإذاعة آه هيدا مكسب هاي بريابك صارت مكسب كبير عمل كتاب عظيم بيحكي فيه عن إعلاميين لبنانيين عملوا ترنيج بوينت غيروا بالشي بمجرى قالوا لك مادلان انتي أول وحدة ثلاثة بالوطن العربي لما طلع العرب ساعت لما كان الفضائيات أول ما يضرب يعني كانوا عاملين شغلة عظيمة إنه بدهم كل العرب يشوفوا برنامج واحد فقرروا تعاطفا مع حالتنا بلبنان إنه يكون طلعة الأولى على الأراب ساعت من لبنان شو بده نعمل شو بده نعمل قالوا ما قلنا غير مادلان هاي دي اللي نجمي تابعيتنا هلأ مكسرة ديني تقدم لنا برنامج فقدمت برنامج إن شافت على كل الدول العربية من خلال أول طلع للقمر الصناعي العربي وزفان رصد هالشغل وكتبها عنده بكتابه فاشبعت حصل لي لحظة اكتفاء غلط يعني لحظة اكتفاء مشوهة لأنه أنا ما اكتفيت أنا ما زلت صحفي لهلأ لكن بالحظة زهقت وحصل لي هيك كيف حصل لشريهان كل اللي بيبتدوا بكير بيحصل لهم هيك حالي بيزهدوا فقلت لأ بدي شي يعني أكسر إمتاع وأكسر خطر فلما جايني عرض أول فيلم لإلي الانفجار على يد رفيق حجار قال لي يرحموا وفيلم سيدي يسي إجا من روسيا بين روسيا ولا من ألمانيا ألمانيا الشرقية أو روسيا ما بتذكر بس أنه كان بفكر ثورج بفكر شيوعي اشتراكي نعم فحبيت كتير الفكرة قال لي ست قال سي فرنيني موجهة لتحية رفضت الستن وهذا الختيب السعادية رفضت لأنه الفيلم جريء واحدة مسيحية بتحب واحد مسلم بعز دين تدبح على الهوية فأنا كنت بوقتها بهذاك الوقت مش هلأ كنت مؤمنة بعد بأنه نحنا بلد واحد ومنشبه بعض فقلت بدي هيدا بيشبهني هالفين بطلت مؤمنة هلأ لا هلأ السرنا ما بنشبه بعض وعندي رأيه آخر ما رح أحكي فيه سي يا سي اي هلتلي إياها دغري هلتلي وارح أحكي فيه ما بدي أحكي فيها لأنه أنا مؤمنة أنه لازم نعمل كونفيدرالية خلاص it's about time حان الوقت فالمهم بوقتها عملت الفيلم أنا وأستاذ حبيبي عبد المجيد مرسوب حياتي كان هو نجم النجوم عملنا الفيلم وأخدت جائزة بتشكند ثم جائزة أحسن ممثلة بآخر عندك ديما كنت تقليد بعضه لليوم يعني إيه بقلد بتقلد هلأ فيني قلدك ممثلة عندي هالطاقة فرحنا على روسيا وأخدت جائزة أحسن ممثلة فطلعت أختك مدلان لابس المنجيب طبعا وقلت هاي دي الجائزة قلت الكلام بالإنجليش طبعا بقدمها للشرعية اللبنانية للجاس الهراوي لأنه كنت مستفزة إنه لبنان منعونا يطلعونا رئيس أنا بالنسبة للرئيس ما بيهمني مين هو الشخص منصب رئيس صح يعني منشانك قلت لك كل الاحترام للمنصب فهيدا لتروف لرئيس الجمهورية فرئيس الجمهورية بعث الورف يعني إنتي ضد استيقالة الرئيس كرميل المنصب حفاظها على المنصب المنصب أهم من الرئيس من الشخص يعني ضد استيقالة وتح يحافظ على المنصب لازم يحافظ على هيئة الرئيس الجمهورية الرئيس حكومي ومجلس النواب رئيس النواب في صيغة تعملت بهالطريقة إنما هلأ أنا مع الكونفيدرالية ليس التقسيم بمعنى التقسيم إنما سويس ركونفيدرالية أمريكا أهمة دولة بالعالم لأنه معدنا كتير مش إنه بس ما بنشبه بعض كل واحد مننا بتمسك بخصوصية تبعيته وشايف إنه خصوصيته هاي ما بده يتخلى عنها فيه أعتبر إنه الست مادلان طبر بخيلة بحق لبنان لا لا مش بخيلة لأنه لما بشوف صورة يعني بس أربع أفلام لبنانية لا ما هي هيك بترك شغلة وهيك بيجي مع الصور عم بحكي على صعيد مهنة لا أنا لا أستطيع لأملك كممثلة إني إجي أشتغل بدراما اللبنانية اللي يملك هو المنتج اللبناني المقصر بحقه رح روح أنا وياكي لفاصل ونرجع لنتابع حلقتنا وأكيد بعد في كتير معلومات بدي ولما بعرف شفتي عم تيجي ساعة ونص بدي ثلاث ساعات وأربع ساعات معك ما بنشبع شكرا لأريك بريك ونرجع عودة لألكن بعد الفاصل عبر إزاية صوت كل لبنان راديو تمورو أستريليا وعبر اليوتيوب تشانل الخاصة فيه بحلقة جدا مميزة حلقة مليئة بالمعلومات معلومات إن كان من زمن نحنا منشتقله زمن نحنا فيه مننا بيعيله ومننا ما بيعيله لأنه كان ذهبه ولكن بقي منه أشخاص هن اللي أصبحوا ذهب هذا الزمن بدي أرجع صبح بالخير مرة جديدة ضيفة لليوم السلطانة متل ما هو إلى قبا النجمة مادلان طبر صباح الخير عن جديد صباح الخير من جديد وبدي أوجه تحية لأستراليا للمختارمين اللبناني لأنه هني هنيك عددون كبير وخصوصاً واللي دعمي ماشرون تحية أكيد لكل عائلتك اللي عم تسمعيك بما أنه أول شيء جبتي لي صرته هلأ الاختراب ولا مرة فكرت تاجر خارج دولة عربية يمكن مساء لأنه عنديك أقارب برا نا فكرت فكرت أو جربت نحنا اللبناني ما بيوسعنا المدى يعني بدنا نطال الغيمات أنا جبل السن بيهدن بيحارد بيت دوية كان بيتي بالجبل كنت أطلع على السن بدي طال الغيوم هيك كانت شخصيتي فرحت على أمريكا على هولويد وجربت حظي مرتين وفشلت ما نجحت فيها كان بدي يكون نجمة عالمية جربت حظي إيه حتى فكرت أني بيع كل شي بملكه وروح استقر واتفقت مع هارفي شركة كبيرة كتير اللي تمثلني وعملت قد ما بدك أقول لأفلام بطولة جاك نيكلسون وأفلام بطولة أسماء كبيرة جدا لكن كان لازم عيش هونيك وكان لازم يكون أصغر لأنه لما رحت على هولويد كان برشت بالسبع عشر لغاية الثمانية عشر وتاني مرة بالتلاتين فبالنسبة لقالهم يعني تلاتين يعني خلاص ما إلك دور لأنه كلهم صغار بيخدوهم من ستعاش وخمستعاش بيصنعون ونجومون هنا وصغار نعم 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 ما بعرف إذا كان كان صادق أو كان يعني قال لي ما بيصير يعني عندنا بجارتنا سوريا عنده النجاح كان موزرة الثقافية اسمها نجاح ونحنا بلبنان إما الحضارة تبعيتنا 3800 سنة في نيقية وما يكون عندنا ست وزيرة ثقافية وانتي ربا جايبتي لي الجائزة تحطى برئاسة الجمهورية أنا اعتبرت أو اقترحت على معالي وقتا على فخامته أنه لازم يعمل خزانة يحط فيها كل لبناني بياخد أي تروفل أو أي منصب مهم يجي يحط بهالخزانة لأنه هيدا نحنا مولاد هالبلد الفضل ما عملها طبعا لنه ما بعرفون راح اللا التمسي ما كانوا راح يقبلوا المشاهير يحطوا أنا شخصيا لبنان أهم مني فالمهم قال لي شو رأيك نفكر بوزارة ثقافي قلت له أنا هلأ بعز نجوميتي أخدت جائزة أحسن ممثلي بمهرجان موسكو وبعتوا وراي شافوني المصريين شافني أميتاب باتشان وعزة العليلي كانوا صورين معي في صورة بالفيسبوك مشهورة جدا اللي يحطوا فيسبوك مادلين تابر أميتاب باتشان نجوم الزمن الجميل وأستاذ عزة العليلي فعرضوا علي مسلسل وفيلم اللي هو الترقي لأقلات ومسلسل الفرسان شافني الأستاذ سعد الدين وحبة وبعتقد كان معه أستاذ مامدوحي الليسي وعزمونا نروح على مهرجان القاهرة وأنا من هون فتحت باب القاهرة فأنا بعز فرحتي شو بديش أشتغل سياسي بالبلد والدني أيمي قاعد يصل لنا سنتين عام نحارب لحتى حضرتك يعني كرئاسة جمهورية شرعية رجعت لنا ما بدي بوقتها ما كنت مستعدة يمكن هلأ أكثر استعداد بس أنا لا أنتمي إلى إلى فئة سياسية بعينها ولا إلى أجندة حاكم مستقلة بتعتبر اليوم قدرت تكوني أكتر من وزيرة ثقافة على سعيد بلد إنما كنت على سعيد عالم عربي يعني اليوم حضرتك بأحد رجان تحكيم بسلطنة عمان وشفنا نشاطك الهائلة رئيس لجنة التحكيم الأفلام الرواقية وشفنا نشاطك الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي خبريني عن هالتجربة وخبريني عن هالرسالة يلي عم تعاملية بدون ما تاخد حقيبة وزارية عم بلعب الدور بدون ما أاخد الحقيبة يعني أولا سياحيا خلينا تحكي هلأ قبل ما نفوت على السينمانا كل ما عم بروح على منطقة من صغر تلاقي لترابلس للميناء عم بتصور عم بتصور وبقول تعو على لبنان ولبنان هلأ أصار رخيص عم بعمل دعاية رغم عتابة بوجه عتاب كبير ولا هم كبير لوزير السياحة معاليك ما بيصير إنه تتجاه هالأهدين وصغرتها لا بالكتالوج موجودة ولا بكل البروموشنز اللي بيعملوها السياحية ما بيصير عايب هذا نقص برأيك مقصودة إيه سياسيا نعم نعم يعني إذا إهدين اللي هي أحدا جنة من جنات لبنان معنا موجودة في مشكلة كتير كبيرة عايب عايب لازم نجنب هالإشياء هاي لما بنحكي سياحة فأنا عم بعمل وزيرة سياحة من غير ما أكون وزيرة سياحة وزيرة ثقافي فينا نقول لما أنا جيب مشروع أوبرا اشتغلت عليه أكتر من ثلاث شهور لحتى جيب وصورت الأوبرا وقعت مع كل القيم الموجودة بمصر وأخذنا دراسة جبنيها لما علي وزير الثقافي الأسبق وعطينيها تنعمل خمس أوبرا يعني دار أوبرا فأنا مهتمة بالشأن الثقافي ومهتمة بشأن المرأة هلأ المشروع طبع قبلت الأفهم اسم الله شو هالعلام القانوني استاذ زياد بارود لحتى نحكي بقانون الخلق مع الوزير السابق نعم كان وزير مهم كل ما لا تحكي عن شؤون المرأة المصرية لأنه هو محامي فأنا جيت لصيغة أنه كيف فينا نشرع هيك قانون هو إسلامي بأنه يكون قانون مدني للكل مش تكون المرأة المسلمة بس مستفيدة منه كمان المسيحية وهو قال لي لا بدك تشوفي ست كلودين عون اللي هي مهتمة بشؤون المرأة وأخذت موعد وإن شاء الله منت رئيس الجمهورية نعم فبنت فخامته وهي ست كتير مهتمة بالمرأة اللبنانية فعندي لقاء حين شاء الله حيطلع منه شي حكي معي صديقي دكتور زجالي ودكتور زجالي أنا ويه كنا في لجان تحكيم متعددي مرة كنا بالسويد بمالمو كنا في لجنة تحكيم الأفلام الرواقية الطويلة ومرة كنا في مصر مرة كنا فكن دايما عم بيشوف نشاطي هالمرة ما قدر يعمل هو مهرجين بسلطنة عمان فقال لي مدلين بسبب الكورونا بدأنا عمله أونلاين يعني بعطلك 52 فيلم قصير أنت رئيسة لجنة تحكيم وشرفت يعني أنه معي أسماء كتير كبيرة اللي كانوا معي حضرتين لـ 52 طبعا 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 عذاب هذا واحده مجهود كبير عذاب شفت المنيح والمش منيح يعني وبعد يعني ما شفت كل الأفلام واستمتعت فيهم لدرجة العشق يعني الفيلم اللي عتيته أو أنا كنت كتير متحمسة لقيله ووافقت لجنة التحكيم معي أعضاء كبيرة من اللجان التحكيم كان الفيلم المغربي كانت اكتملت فيه كل العناصر وعطينا الفيلم العماني زهلني إنو سلطنة عماني عاملي فيلم بهالتكنيك الشاطر وفيلم البحريني شو هالبحرين العظيمي كسرت التابو حكيت عن فيلم قصير عن بنت رجال تحول لبنت ما حدا جروا يفوت بهالمنطقة التابو كسروه تحول جنسي كانت بنت الحدوتي كانت حلوة كتير وعطيت كمان جائزة للفيلم الفلسطيني كرمال نقطة مي تيدوروا الحووز قداش في ناس ماتت واحد ندبح لأنه فتح الحووز المي لأنه إسرائيل بتعذبهم بأنه ما بتخلهم نشربوا مي فعطيت هذه الجوائس وكنت كتير عادلة إنه لا الفلم اللبناني ولا فيلم المصري ما كانوا بقوة هالأفلام فما عطيت يعني أنا لما بلعب دوري ما نحزتي لوطنك أو للبلد اللي عايش فيه بس لإني أنا رئيس لجنة التحكيم بس لما بكون أنا عضوة لجنة التحكيم بنحاز إجبارة يعني هي بتصير بالدم الخبرية بما أنه ذكرت لي موضوعين عن الأفلام ذكرت لي عن إسرائيل بتعذب الفلسطينيين باحتلالة لفلسطين أول شي كيف تبعت مؤخرا القضية الفلسطينية ورجعنا شفناها يعني تفاعلت على الوسائل الإعلام نحنا كلبناني وكجيلي أنا يعني جيلي السبعينات نحنا عيشنا حالة شد وجذب بالنسبة للفلسطينيين والوجود الفلسطيني والقضية الفلسطينية كلنا في السبعينات كنا قضيتنا الأولى والأهم كانت القدس العربية هلأ إجت الصدمة في الحرب اللبنانية وموقف الفلسطينية الغلط وأختيار الرئيس عرفات قال لي يرحموا الغلط والخاطئ وشعاراته الخاطئة فقلب اللبنانية وصار في عنا حزب حراس الأرز اللي حتى يحمي الأرزي هلأ بعد ما خلصت الحرب اللبنانية أنا عم بحكيك كتاريخ يعني مثل ما بقولوا مثل موجو البحر طالع نازل ما زالت القضية الفلسطينية بتشغلني وبتعاطف معها كتير وجزء مني مني أنا شخصيا بحبه كتير راقي فلسطيني ففلسطين وجعنا العربي لكن لشك إنه كلبنانية مضطرة إني هلأ حتى رقم واحد قضية لبنان تطبيع يعني لأنه في تصريح لقالك ذكرتي قلت ما لازم نرفض تطبيع بالمناع الشهو لا بقى أنا مهاهية أنا بستخدم دماغي هلأ منا مهيئين إننا نفوت بالتطبيع رغم إنه مصر دخلتها الإمارات دخلتها نحن هلأ بموقع تاني مصر من زمان دخلتها بدنا نبتدي خطوة خطوة أنا عم بقول قلته وعم بقوله ورح دلني قول رقم واحد من المصالح هلأ عندي لبنان شو اللي بيفيد لبنان بدي أعمله إنما أنا شايفي لاختلاف وجهات النظر الحاد وتمسك كل واحد منه بخصوصيته لازم نعمل كونفدرالية الموضوع التاني قلت لي بالبحرين لفتك فيه بيحكي عن الرجل اللي تحول لأنسة أنت بتحترمي الأشخاص المسليين الجنسيين أو الأشخاص يلي بيروحوا يمكن إكستريم لا يتحولوا أو يمكن يتصححوا إذا يصح التعبير يصححوا المصارئي فعلا نعم هن موجودين معنا بمجتمعنا هن مانوا جايين من كوكب تاني يعني المجتمع العربي بيتعامل معهم على أنهم جايين من شي محل تاني هوليوليدنا وأخويتنا وأصحابنا موجودين حوالينا أنا ما عم بقول أني بشجع لأنه هاي الكلمة كمان صعبة إنما على الأقل أني أنا مش أنتي ليست ضد أنه يكون في حدا لاحق هرموناته يعني هو غسمن عنه تخلق هيك هرموناته الانسوية للرجال ملخبة تطلع أكتر فصار مثلي مش لأنه هو على مزاجه أو الست البنت هرمونات الزكورة أعلى فبتلاقيها ميالي للستات إنما التحول الجنسي حق كتير بدافع عنه لأنه فيه رجال هن 3-4-6 جويتهم فحرام هيدا السجن أنا لا مع هذا التحول فالبحرين قدمت فيلم فغاية الروعة مشوف بنت من أول الفيلم كتير حلوة عاملة حادثة عربية بيقل زلم اللي دربها بدنا نفوت على الشرطة وهي تقولوا لا يا خي أنا مسامحتك يقولوا لا بدنا نفوت على اسم الشرطة المهم بيدلوا يعزب فيها لغاية ما بيفوتوا على الشرطة فبدون يحطوا أسمهم شو اسم الكريم فبتقولوا محمد حسن علي لا اسم حضرتك حضرتك مش بيك فبتقولوا أنا مسلا محمد حسن علي وتبدأ القصة الجميلة الرائعة نظرة الناس لإله كيف عملوا بالحبس مين مع مين ضد كيف تتعامل مع نفسها بدأت فوت على حمام مش عارف يتفوت على الرجال ولا النسوين ست مادلان بدأ أرجع معك يلاقليك وشوية يفوت على حياتك الخاصة الرجل لعب دور أساسي بحياتك وما كان الرجل واحد ليه لعب بالماضي ويلعب هلأ هلأ بدأ أعرف منك إذا بعضهم يلعب لأنه بالنهاية يمكن هيدا مثل سيطارة الواحد يحب يحكي عنها يما بيحب يحكي عنها ولكن كان عندك ثلاث مرات تجارب زواج لا لا مش ثلاث مرات لا 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 ما تزواجت غير مرة وحدة والتاني مرة أنا بعتبرها مغامرة أكتر ما هي يزواج بس أنه يزواج بس أنه ما قاعدت وخلصت بسرعة الحمد لله الرجل بحياتي لم يضطهدني مشان هيك أنا بحب يعني تالي تزواج ما بتعتبره ما في عندي تالت ما تزواجت ما كافي بحياتي قادة مصري بس ما تزواجنا آه أوكي نتزواجنا الزوجين يعني أول مرة كان لازم أعرف أنه أنا صعب جدا على الرجل استيعاب كم نجاحي وكم حيويتي وكم 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 ومرحلة اللي كنت فيها عم يعني الحقيقة عم برتبط كنت كتير في عز تقلقي ما كانش في عندي الهدوء اللي أنا هلأ فيه اللي هو إنه صار يهمني كتير الصحبة ويكون عندي صديق أكتر ما هو زوج الرجل كتير حبيته وبعتني بحبه لإني أنا لم أضطهد من الرجال لم يأزوني يعني لم أتعرض ولا لدرب بس عرصي لخيانة إيه بس إنه الحيانة أصعب أوقات من العنف الجسدي الحيانة صعبة بس هي وأصعب من العنف الجسدي صح لكن دايما أنا ست إيجابية بشوف الشق الإيجابي قدش نحبيت من هالتنين اللي حبوني كتير بشوف قدش كانت حياتي حلوة بالأول أما جزء الأخير طبعا الخناقات لا شك إنه صعب ولكن أيضا برجها بقول كلنا لازم نحكي عن طفولتنا إذا أنت معنف أنت وصغير أو تصار لك شيء أنت وصغير تبقى كل العمر أنا وصغيري بي كان عملني الرئيسة لأنه بي عسكري فكان بيعتبر الكبير هو قائد الفيلة يعني ما كان عنده صبي بنت مثل زمن وهو فأنا كنت الجنرال اللي كبير طبعا أخوتي وطلعت قد عشر جار يعني عودني هيك فما اتطهدني الأب هو الأساس للبنت السوية أو بنت معقدة لما بيا أو خيا بيظلمها أو بيأثر عليها سلبا بيأثره على كل حياته على كل حياته فكتير طلعت بحب الرجل حبيت مهنتك أكتر من الرجل طبعا بحياتك أكتر من أي شيء هيدا شيء اللي يمكن كمان كان يوصل لخناقات أو خلافات لا لأنه هني يعني إن كان أوندري حبيبي وقاله فضلا كتير كبير علي زوجي المصور الكبير كان عارف أنه أنا أول شرط كان عند أوندري أوندري أنا بدي أكمل الجامعة لأني متفوقة وبيدي أعمل دكتوراه وبدي أكمل في الفن ما كنت عم بكزب على حدا وما بدي أخلف يعني أحكي عن هاي الموضوع تحديدا يعني واحدة عمرة 17 سنة تبقى عارفة أنه هي شو بدها مانا سهلة كانت القصة علي بس هون عم قللي يعني حبك للأدواء مش بس حرمك من الرجل حرمك من الأمومة ما حرمني من شيء أنا ما بكزب بس حرمك من الأمومة أوكي بس أنا مبسوطة بحياتي أنا بحب شغلي أكتر شيء ما عم بكزب على حدا بحب شغلي أكتر شيء ما حرمني من شيء أبدا أنا مبسوطة جدا يعني غيره للستات اللي بيطلعوا فننت وأنا تحرمت من الأمومة كله كزب متعة الشهرة ومتعة السلطة ومتعة النجاح كبيرة بتغطيلي كل المتعة الثانية لا أوكي أنا بنت أختي وأختي جوجو بنتي بتعتبريها بنتك إيه بنتي وتعامليها كبنتك إيه عوضتلي الشق الأمومة واكتفيت قلت الله بعطلي الله بيحبي لي هالدرجي بس أنا أختي أختي بنت أختي كتا تحس بالأمومة الظروف فردت الأمور هاي طب لو كان عندك بنت شو كان أثر على حياتك ما بيفروق ولا شيء يعني محل ما جوجو هي البنت ما أنا هيدا بدي أصلي يعني عملت جوجينا كبنتك وبعدك لنيوم بتعامليها كبنتك إيه بس شوف الفرق كيف أنا جيتني جوجو جاهزة أنا ما بدي خلف وما بدي إحباله في ميني ربيه ويحترف فيه وإنتي كنت إما بالباكراون بس إنه جوجو كانت من هي وبيبي عندها ستة شهور كانت تنام على خدي يعني كانت ما قالت بابا وما قالت ماما يعني في بيبي بيقول بابا ماما في قالت دادا لأنه مادلين دال هو الحرف لحفظته فلما قالت دادا وأنا مشيت طبعا معارفة أول مرة بس مع حدا بني ديني يعني صار تبكي إني مشيت وما رديت فقالت لي إما حبيبتي إختفاتي قتلي رجعي رجعي فرجعت فقالت لي الدادا فعرفت إنه أنا الدادا عمرها وروحها كان معلق فيه تنام على خدي يعني أنا نم هيك وهي صغير إنت شايفة دايش من يوم مثل الأمر أكتب شايف يختي على حلوتها بعد كرابيون بتخافي عليك كتير كتير شربت التخذي أنا عنديك عمصر كتير ما بدا ما بدا تحترمي خصوصيتها جدا يعني ما بدا ما بدا واختياراتها ما فرضت علي شي لا شك إني أنا فيه جزء تقليدي مثل أي أم وقب لبنيني لكن عم بحاول أني أتأقلم مشان لحتى إسعد بنتي ما بدي أحبسها مثل ما أنت عطيتها كتير من شخصيتك هي هلأ مؤخرة عطيتك كتير من شخصيتها وصار عندي كابوتشينو أنا عمري شو قصيت كابوتشينو عمري ما تصورت أني أنا ممكن أهتم بكلب أو ببسيني فدخلت عب عبدا يوم بتطلع بلاقي كلب قلت لي هاي دي جوتشي قلت لي أنت جوتشي بره قلت لي طب ماما أنا مسئولية وأنا تبنيتها كي بدي أرميه بره ما فيني طب خليها الليلي فأجت جوتشي وصارت تحويسي أجري وتلعب معي فعجبتني الفكرة وبتدت القصة الغراب بالحيوانات رحنا مصر لقيت بسينيت عندي جاري بكورونا زمن الكورونا تلييني فقال لي مادام مادلين أنا مسافر إيطاليا ما فيني وكلبت بسينتي كابوتشينو ما بتعف تيكل غير درايفود وهي عيشي بالبنية فأبليس حتي لها درايفود وثمي فيه قلت له ما بعرف ما بعرف قال لي حرام عليك لأنه إذا طلعت لبسيني على الشارع ممكن يخبصوها أو يسرد عشي حتى بسينيت الشارع اللي بيكلوا من الزبال وشاطرين وهيكي أنا بتعميهم كمان بسميتهم أسماء عجيبية إذا أسميتهم بسيني كابوتشينو كيرسي بسميتهم مبروكة كمان تايجر بلاك تي أسماء هيكي وعندي كمان شي سبع كليب بالشارع بتاع ميون ما فيني إيلك ميشو ميشا وايتي جونيور بجننوا بيردوا على أسمائهم يعني إذا مثلا عم برمي شقفة لحمي لجونيور ميشو دون تاتش جونيور تع عملت له نزام هيدا الحكم العسكري اللي كنا عم نحكي عنه من أنت وصغير ريفاك حتى وأثرت بهيدا الشي بدي نروح معك شوي لعالم الفان تصريحاتك مؤخرا كانت عم بتروح بصدى واسع مثل كأنه الجمهور ناطر رأي رأيك بكل قضية أنا تفجأت يعني دينا شرميني وعمر دياب عملت ترند 30 ايام إثارة جدل على جوجل وإثارة جدل أنا لم أقصد ولا أي ترند ولا بسع للترند رغم أنه هيدا يعتبر صار واحد من علامات النجاح لكن أنا منوش أتنظر أنه واحد من علامات if you are influential or not فاتضح لي أني أنا ست مؤثرة very influential لأن كل ما حدا سألني رأي وعم بحكيه ببساطة بيطلع ترند وبيكسر الدنيا وبيخلي الناس تتجادل عليه تدقت مع زينا وقضيتها مع أحمد عز انتقلت على دينا وقضيتها مع أمر دياب محمد رمضان محمد رمضان وقضيته مع الكابتن بنتي لما ما قدرت إيجي على كورونا أحضر بنتي مادلينة جونيور أختها لجوجو طلعت ترند بولاي عقبيان والحديث معي بي سميتها بيروشيما في حلقة برنامج حلوة يا دنيا في تنت طلعنا ترند بقيت أي رأي أي دمعة أي ضحكي السلام المصري على النشيد الوطني ودموعي ترند عملت لي 13 ترند بخمس شهور وأنا لا أقصدهم إنما أنا على طبيعتي ولكن هيدا 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 قديش اليوم الجمهور بعد ووفي لأيك شكرا هون هون بيمكن بيبرز هيدا الموضوع بدي فت معك على عالم مصر يمكن بمصر شفنا كتير أن يتجربوا يفوتوا على الشهرة الواسعة على أم الدنيا على الانتشار العربي اللي بتحققوا مصر منهم يمكن نجحوا ومنهم لا من بنظرك نجح كتير الحقيقة يعني ميريان فارس نجحت بحبها كتير نيكول سابا دولي شهين نجحت مدة طويلة وشوي هلأ التهت بأشياء بعيدة عن المصر بس هي ناجحة الحقيقة في أسماء كتير بعدين في ناس ما بتعرفوا أنتوا أنه هني لبنانية وهني لبنانية يعني لقاء سويدان لبنانية مثلا ما حدا بيعرف أسماء كتيري أنا شخصيا اتفاجأت بنتها لليلة أمري جيهان أمري لبنانية صح مؤخرا شفت سيني يعني سينتيا خليفي صح عملي دور كتير لذا بدي أحكي مثل هايفا وهباني كول سابا سيني عبد النور سيني هايفا هايفا لا شئ إز أترا ستار يعني تعديت النجومية بتحبيها لهايفا بموت فيها في كتير ناس كانوا من الزمن طبعكم نعم ينتقد هايفا لا أنا ما بنتقدر يمسك سليح على هايفا حرام عليهم ويكتب أو يحكي هي أسكاه ست عرفت شو هي تقطة وقديش صوتها ووظفت لي هي بتعرف تعملها كيف بتشوفيها بالتمثيل رقم واحد بالتمثيل كتير شاطرة أنا سيرين يعني ما فيني إلك غرامي بحبها بحب حضورها ونجحت بمصر وحبوها بس ما كملت يعني في ناس لمعه بمسلسل ولا اتنين ولا فيلم واختفه اللي هلأ عم بتكمل هي هايفا الوحيدة اللي عم بتكمل وعم بتنجح حتى نيكول عملت عملت ألف ليلة وليلة أنا كنت بطلة القصة التالتي كانت هي عاملة شهر زاد كمان ما عم بتركز كتير مصر لازم بتركز لأنه عملت اسم مش كل ناس بينجحوا بمصر بها السهولة نور اللي هي ماريان نشم كبيرة لأ في كتير أسمي ما بدي أنسى حدا دولي شهيد بسا شو رأيك فيها دولي نجحت خالد يوسف دعمها وبعدين نجحت كتير يعني دعمها بفيلم بطولي قدامها بطلة يوم اختفية عن السوق المصري في عندها ظروف ما معنتها إنه قلت موهبة ولا قلت أي شيء بيبقى ظروف بتحكم الواحد بتخنقه ذكرنا أسامي كتير ولكن ما بتجه على القمة طبعهم الشحرورة الصبوحة الراحلة طبعا في حدا قدر يعمل اللي عملته الشحرورة صباح ولا مع حدا لا 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 أنا ولا لي ساركيسيان قبلي ولا أي لبناني اجت قابلنا ولا بعدنا صباح حالي من التوهج حالي بتعتبر كل تأثر فيها يعني أنتو تأثر يعني اترحتو على مصر كان تأثرا بصباح أنا لا أنا شخصيا ما في تأثر بحدا قلتلك أنا ما بقل لحدا ولا بفرع بس أنه ما فكرت بمثيل صباح لا ما عندي لا ايكن ولا ايدل لا بحبك كتير بس لا ما عندي هيك رحت لأن قلتلك الظروف كيف اجت كنت راح على بدي امريكا ما كان بالأول الفكر لما اجتني الفرصة قلت هاي دي امريكا الشرق هوليوود الشرق وأنا بعشق مصر معروف عني عشق إلى مصر ودخلت البلد حبوني وحبيتهم ومثل ما بيقولوا بالمصر تضفرنا يعني صرنا مثل الجدولي مع بعض يعني في جزء مصري كتير أنا انفعالية وعاطفية الشعب هيك منيك ما حبوني اللبنانيات اللي راحوا وفشلوا ما راح أقول أسميهم بس أني في كتير فشلوا واختفوا واحترقوا هاي دي كمان حزوز على فكرة أوحك تفكر إنه نحنا شاطرين لا هاي دي حزوز أنا الله عاطيني شوية حز عاطيني شوية حز وكتير من الاجتهاد والعناد يعني أنا بحكي عن حالتي في ناس عاطينهم حز بيفلوا الصخر ولا اجتهاد ولا حز ولا شي وبتلاقيهم مكسرين الدنيا في هيك وفي هيك وفي ناس حزهم قليل لكن الله عطاهم عائلة عطاهم أسرة بيعطيهم يعني الوزنة بطريقة تانية قدمت مع الأستاذ كبير دوريد لحام بطولة فيلم كافرون بتعتبري هو كان محطة انتقالية بحياة مادلان طبعا أنا عندي محطات كتير فيلم كافرون هو الفيلم الوحيد السوري طبعا كنت عم بحكي لهجة لبنانية إنما السوري اللي أنا عملته أنا ما عملت شغل سوري كتير كل شغلي كان لغة عربية فصحة وسفرت إلى مصر بالفيلم تبع كافرون من بعد ما أخذ جائزة أحسن ممثلة بمهرجان موسكو فكان بقدر بعتبروا إنه كان يعني شو بقولوا ورقة الحظ أو هيك شي طبعا طبعا نقلة مهمة بتحب ترجع تشتغلي مع ناس سوريين بتمنى اشتغل مع دوريد نفس الفيلم نعيده لأنه أستاذ دوريد عبد دقانيات أصدق حديثة عبد در وكان يقول لي أم الماد وأنا كنت أقول له عبد در أستاذ دوريد نحنا لازم نرجع نعيد كافرون بتقنية جديدة بمخرج جديد لأنه مثل ساوندو في ميوزك الأطفال والفتيان مهملين بالوطن العربي وهو بيعشقوا الأطفال نتلايت شركة الإنتاج طبعيك أنتجت من خلالها عمل وعملت ماركتينج لأعمال كثير تسوقت أعمال ليش ما نتلايت اليوم بترجع بتفعلية أو شركة إنتاج تاني يمكن بإسم جديد ومنشوفك بعالم الإنتاج بزخم أكبر تلفت المعايير المقاييس والمعايير اللي كنا نشتغل عليها الكلاسيكية القديمة للتسويق بعده مثل ما هو صار في لعبة جديدة اللعبة الجديدة تتعارض مع نجوميتي يعني ما عاد فيني يروح عند مدير محطة وأقعد بالسكرتار اللي يرد علي أو حتى بيع مسلسلة فلان أو علان اختلفت ما عاش فينا ما عاد فيني يعمل حجمك هو يلي بيخليك بلس إنه الإنتاج أنا مغامرة كبيرة بدأ ملايين ما عاش في حدا إذا معه ليرة بيرهن علي يعني إلا إذا يعني ملياردار وعنده الزيادة فائد اجتمعت مع استيس صادق الصباح نعم إن شاء الله يكون في مبادرة أمل عمل لبناني إن شاء الله شو كان الحديث شو حكيته أنا استيس صادق صديق عمري يعني نحنا عمري كبير يعني بمصر وبلبنان أنا بحبه كتير يعني ما رحقول شو الحكي اللي دار بيناتنا بس أنا من وجهة نظري إنه الاستيس صادق الصباح أو استيس جمال سنان أو استيس معلوف أو أي حدا أو حبيبي مروان صديق عمري من المنتجين الموجودين على الأرض اللبنانية ما بيقدروا يجيبونا نحنا اللبنانيين نجحنا بره إلا بدور كبير بدور أساسي ما نو بدور بطولي مش بدورورة بس يكون دور مساند قوي محوري فما فيني يجي ضيفة شرع كون فيه خيوت لأنه تتقول للمرة الأولى في الدراما اللبنانية بدأت تكون شغلي يعني أنا بتمنى أرجع أليسار نعمل شي لبناني في نيقي بتمنى أرجع بدور اتطرحتي هالأفكار عليه هو فكره كتير متقدم وعارف ديرس المرحلة والسوق هلأ ما وقت ما بيقدر يراهن يعمل تاريخ لا لازم الحكومة اللبنانية اللي نحن كل الأعمال بمصر اللي كانت تاريخية كانت الحكومة تعملها ايه طبعا بدأ دعم بدأ لأنه هايدي أعمال قد لا تسوق يعني قد لا يهتم إلا بالتكنيك المغربي أو التونسي أو الجزائري أو الإماراتي بأليسار أو بهنيبعل أو هيك مثلتي مع كبار نجوم مصر من عمر الشريف فاتن حمامة نادية الجندي محمود عبدالعزيز محمود ياسين الله يرحمه وكتير شو بدي سمي لك كل نجوم مصر ما كان فيه أكبر كامستري بينيك و بينه أو بينيك و بينه يعني فيها تكون سيدة استي السلاح السادني بطولة أرض الرجال حبيته كتير الوحيد اللي أنا كنت بطلة الجزء الثاني من زيزينيا مع الدكتور ريحة الفخراني لكن ما كان عندي مشاهد معه كان مشاهدي كلها مع جميل راتب ما شتغلت معي فراح جن إني أرجع أشتغل إني طلع لي مشهد هيك الدراما كانت إنه مافيوزو بعدها بتجز بك أعمال الأستاذ يحيا الفخراني اليوم طبعا طبعا هو الوحيد اللي ما زال قادر إنه من الجيل تابعه يجذبني لأنه ما بيرضى يعمل غير عمل مدروس كتير 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 وليس تجاري مع مين أصدقاء بالوسط المصري كلهم أصدقاء أصدقاء مش زمالي لك الصداقة معناتها بدك وقت تقدر تمر الصداقة يعني تشفيهم بتتعد معهم شغلنا لا يسمح بهذا الوقت ما في وقت لأن أنا يعني ما عنديك أصدقاء عندي بس مثل ما أقول لك الصداقة تحتاج إنك ترعاها تزرعها وتسقيها أوكي أنا بموت بيني وأنوشكة وعفاف شعيب ومح أحمد ماهر وشو بدي أقول لك في كتير أسماء بالدائرة يلي هي منسلم على بعض ومنخاف على بعض وإذا حدا مننا مرد منروح لعند بعض بس إنو هل أنا عندي الصديقي اللي هو مثل ما بقوله بالمصر بكالكسله بينزل منروح مشوار مع بعض لا ما في وقت إنت شايفة أنا جيت على بيروت شوف قديش هلأ رح على أبو زبي رجع عندي فيلم وعندي مسلسل أبو زبي لازم يكون في عندي تنظيم شغلة مهمة كتير ما رح أحكي عنا للشيخ سعيد بن طحنون يا رب يا رب يا رب الله يعطي له الصحة يا رب تثبت لأنه أنا بحب الإمارات يعني يا رب تثبت باختصار بدي فوت معك على هؤل المواضيع بشكل سريع كيف قررتي ترجع السنة على تقديم البرامج بعد سنوات إن الغياب على كمان شاشتين مختلفة بين تن وبين المحور قدمت برنامجين ليش بلت ترجع تخودي هالتجربة بعد سنوات غياب لطالما كنت بخاف من المزيعة لجوات السانية وبين إيدي وأصابعي كانت أقوى بكتير من حضور الممثلة وحاربتني المزيعة لجواتي حاربت الممثلة على مدار أول عشر خمستاشر سنة الوطن العربي يقول آه هي منيحة عم بتمثل مع محمود عبدالعزيز بس هي لا كمزيعة هي أحسن فكت بكرها لها المزيعة بدي موتها لها المزيعة فكت عموتها تمحي أثرة تقدر إنجح كممثلة أول ما وسقت بنفسي وبأدواتي كممثلة اشتقت للصحفية بلش صحافة كتبت في البوابة نيوز مقالات بلش صحفية صحفية وبعدين رحت على تقديم البرامج اشتقتلة اشتقتلة يعني هو كان اشتقتلة رح نشوفك بمواسم أخرى إن شاء الله بعمل كبير يعني حكيت مع حدا عظيم اسمه استيزرونية بس ممكن ما بيحب أني أذكر اسمه المهم أنه حدا مهم في مجال البرامج الاسترادية عم بنعش لهم ذكرتهم بأنه أنا ما زلت موجودة لأنه في ناس بيحسوا أنه أنا خلاص كبرت أو عجزت بدلين طبار عن جد عن جد بتخافي من العمر طبعا مين بيخاف بالعمر غير يعني حدا مش متزن طبعا العمر بيخوف بس عايشي حياتي يوم بيوم ديانتك وإيمانك وقت كنت بمصر أنا اتصلت فيك قلت لي أنا بالكنيسة نعم رديت عليها بالمصر قلت لك من خط مصر نعم وكنت عم بتصلي قديش اليوم الإيمان بعد جواتك رغم ابتعادك أو يمكن العيش ببيئة مختلفة ولا الهوى أول ما بروح رحنا على نيويورك أول شي عملت وقلت له الأستاذ عمر الشريف بتحديد فيه كنيسة جملة قال لي بتكلمي جد قلت له قال لي في سانت أنتوان قلت له أوكي تروحي أحضر الأدس رحت عملت الساحرة أماهير في بولندا نزلت على الريسابشن وين في كنيسة يعني مش أنه وين ما بروح أو شي بسأل تعطيب لي ربنا هو عطاك العذرة لا مش أنه ربنا عطاني أنا عم برد لا أنا متدينة من أنت وصغيرة عاشقة لالله دايبة ليش دايما الشخص يلي بيسافر وبيطلع عن وطنه وبيعيش بوطن عربي بيقوله غير دينه أسلم بش بشكل بيتسلو شوي بالميديا لفقتك هيدا الإشياء عفترات في ناس صخيفة يعني بيعدوا بيكتبوا هيك شي مرة فكرت تغير دينك لأن بالنهاية الدين هو دين الله لا 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 أنا المسيح ملينة مكتفي ومتشبعة شو حلو المسيح بتاعوا شوفوا حليته ورحمته جيت من عائلة متواضعة نعم فقيرة إذا في لا متوسطة الحال لأنه كان عندنا مثلا بناية بس وين البناية بالدورة يعني مع البيئة التعبانية بس نحنا كنا أصحاب ملك يعني من بيئة متوسطة قدرت بشغلك بكافائتك بعرق جبينك تنتقلي لغير لغير بيئة مستوى معيشة شو الزكريات يلي بتتذكرية منها يديك الفترة من البيئة المتوسطة يلي هيك اليوم بتقولي ما بحب حدا يعيشها يمكن أو يمكن بتقولي لازم العالم تعيش هيدا الشي دوق أنا كنت دايما وما زلت وبعدني بقول أنه لازم نحكي عن بدايتنا حتى نسجع الناس اللي مثلنا بالوضع اللي هو اجتماعي ضعيف فقرة أو متوسطين للحال يحلموا بأنه ممكن يوصلوا للي أنا نصلت له أكتر لأنه مش عايب أنك تكافح إذا رجل عنده أربع ولاد عسكري شو ما كان معاه شو بده يقدر يعلمهم بمدارس خاصة كان بي حاطتني مدرسة خاصة مدرسة إنجليزية اسمها مدرسة حداد سكول بسن الفيل فكان كل استثماره كزغرتاوي بولاده بالتعليم بالعلم لكن أنا المتفوقة اللي كنت عنده كتير تعبت في بداياتي وذكرت إذا لاحظت بأول جزء من اللقاء إنه كنت طالعة على الانتربيو عدت خمس ساعات ما كان معي اشتري السندويش لأنه معي ربع ليرة أرشع فيها من ثلاث الخيات لبيتي فكان عندي مصروفة بس على الأد اللي هو ما في رفاهية ولأنه ما كان في رفاهية طلعت محاربة طلعت يعني إنه شفتوا نعبيت تهدوني بس كمان طلعت عينك شبعاني وعين شبعاني وأول ما اشتغلت كنت صغيرة أول شي عملته إني بلشت قول لإخوتي الصغار لأنه أنا اللي كبيرة إنه انتبهوا إذا ما تعلمته ما في سلاح المتوسط الحال والفقير غير العلم ما في شي بيطلعكم لطبقة تاني إلا إذا أنت محظوص علما إنه كمان الواسطة كتير صارت عم تلعب دور يعني حتى الطبقة المتوسطة لا تقدر توصل بالشهاداتها ما عم بيخلوهم صحيح بس أتليست معك الشهادة بسفر عبلت تاني إذا هم ما في بس إنه ما معك شي كي بدك تحارب ما معك مساري ما معك في بنات تاني بتسميها بنتك غير جورجينا يلي هي الست نضال الأحمدية دايما بنتي بنتي ليش هل قد مأثرة بوجود نضال بحياتك كنا بالسبعينات تمام ودني ضرب وقصف ما فيني أصف لك قدش كنا نفسيا تعملين وفجأة إجتني بنت عناية سودة حلوة كتير فيها إسراري شفت فيها إسراري أنا أكبر من الست نضال بشي سنتين ثلاثي أو أكتر ما بعارف فتطلعت فيها قلت لأ أنت حبيبلي جيي عن شوقات لأن فئة التقديم بس الوحدي عم تحكي مليونة ثقة مين كان معا ما بدي سمي أسماء المزيعات لأنهم مزيعات موجودين بعضهم اللي هلأ كلهم جييين عن هالفئة قلت لأ أنت اللي بدك تكسب أنا كنت هناك بوقتها كنت مزيعة بس وسيمون هو صاحب القرار مع اللجنة لما سيمون شفت فيها لما سيمون ما قدري يكمل الله يرحمه البرنامج وخاف لأنه هددوا يقتلوه وأنا كملت صرت أنا صاحبة الأمر فبقت خلاص بحضني بقت ندال بحضني فنجحد كأفضل إعلامية بجبل لبنان وأول ما عملت برنامج خلصت استوديو الفان عملت برنامج اسمه أيام زمان جبتها كانت مسؤولة عن الجبل وعن لقاءات الجبل وهي تحضر كل شي بدي روح معك لآخر شخصية فنية كان عندك حلم حققتي ولكن كان طموحك أكبر يلي هو عادل الإمام نعم العظيم من مصر طبعا طبعا قبلت بالدور طمعا كانت كانت ضايفي تشرف نطرى منه كان إنه شي كبير بعدين ما زبطت لأنه البلبة هي أنا عادتك بالموضوع البلبة النجمة الكبيرة شفتني تندم أني كفت ضايفي تشرف بوقتها وبتقولي يا ريت لا بقيت على أسراري كان جابني بطالة معه لا لا ما فيك تعني يعني هيدا الفكر جاني يعني بس ما فيك تندم على شي عملته خلاص كل شي فيك تقول إنه تجربة صار فيني قول إنه شغلت مع عادل الإمام يعني على الأقل شو بقوله شفت روحه كيف بيتصرف باللوكيشن وقفت مقبيله دحكته ضحك عادل الإمام قال لي دمك خفيف شو عم تحكي لأنه البنت كان لهجتها لبناني مدلان تسميها مدلان حتى ما أقول لأ حتى إسمه مدلان بدك تعامليها ضحك لما قلت ولا بلوت بس هذا مش مكتوب بالحوار يا إنت ولا عادل ولا بلوت ما تفكت عني ما بعرف شو حكيت هيك جمال لبنانية هو مش مكتوبين وقع على دهر ومتضحك وهو أصلا معروف بالعفوية دايما بكب أساس بده أشخاص تتلقي بده أشخاص تغري تمشي معه بالحديث وأنت اسم الله عليك أدى وقدود أنا بدي إليك شكرا لإليك على هالحوار الممتع خصيتيني بي هالمقابلة برحلتك لبنان على أمل إنه نحنا دايما طمعانين فيك تضلك عم بتزور وطنك الحبيب وتزورينا لإنا تجي على الإزاعة ويكون في عنا حوالات متجددة رالف انت إعليمي ممتاز ومحاور لبق وإن شاء الله مثل ما شفنا لستني دال أحمدي إنه شهازي فيوتشر انت عندك مستقبل بيير إن شاء الله بتلعبوك شكرا لإليك يعني هيدا إذا توقع منك يعني أنا بعتبر تأكد توقعاتك دايما إن شاء الله هون توقعات بتزبط شكرا كتير كبيرة إليك وبدأ أطلب منك أنت تختاري أغنية نختم فيها بما أنه عبارك نختم بأغنية فيروز فيروز أي شي حبيبتي فيروز يتول عمرك يالي تشهر على صورة من كم يوم شفتها شفتها هيدي أرزتنا ونحن فخورين فيها قيمي وقامي فيروز شكرا شكرا كتير لإليك